خيانة تعز ولا يمكن أيضاً أن نطلق عليها مرحلة الخضلان والتفشي الشامل للكذب حول الحديث عن التحرير ولا يفضي في الأساس إلى تحرير تعز فخلال الأسابيع القليلة المنصرمة أسرفت وسائل إعلام وجماعات وأشخاص عن الترويج لتحرير هذه المحافظة المنكوبة وكل ذلك يمكن وصفه بالتواهمات الخطيرة التي تكلف السكان الكثير ولم تظهر سوى شهود زور على النقيض مما هو عليه الحال وتلك الحملات الدعائية رافقت تعيين محافظاً جديد لم يحدث من توليه ما يذكر تمخض تحالف عربي من سبع دول تقوده السعودية العربية فولى دفاراً الفأر هنا هو أسبوع من القتال دفعت المحافظة فيه أكثر من مئة قتيل من الشباب وعشرات الجرحة هذا آخر ما أقدم عليه التحالف العربي في مسيرته منذ ثلاث سنوات القيش في تعز والأسباب التي اعتادوها قصة لا تنتهي من الدعم إلى الفساد المتغلغل في المؤسسة العسكرية وتجاهل التدريب والتأهيل للقوات التي تقاتل في صف الشرعية والتحالف التحالف أيضاً الذي يميل إلى نزعة مترسخة بأهمية تهديد الانقلابيين ومكتفياً في وسائل إعلامه بابتلاعهم يكشف عن السر في التفتت من الداخل حتى انكشفت مهمته في تزييف الوعي وتلفيق الانتصارات إذ لا يزال مستنقع الصراع الداخلي المحكوم بالخوف هو السائد الآن ومؤخراً ترجح المعلومات ذهاب التحالف إلى تفاهمات مع الانقلابيين نحن نطالب التحالف ونتلقيهم بتحرير هذه المنطقة من هؤلاء الحواس المقرمين تعز المحافظة المثيرة للجدل في السلم والحرب تتصدر الاهتمام منذ عقود لكنها اليوم في هامش اللحظة الراهنة حيث الميليشيات مستمرة بضرب بنيتها التحتية أما الظروف الاقتصادية والصحية والتعليمية فتلك مسألة لم يعد الحديث عنها يحمل الكثير من سمات الحياة الطبيعية التي باتت مرشحة للمزيد من التردي والخراب إذن منذ ثلاث سنوات والمحافظة الأكثر سكاناً تقاسي ظروفاً معيشية صعبة أنتجتها الحرب حتى صارت حالة معزولة بل سمة من سمات مرحلة السلطة الشرعية الرككة وفي أفضل الأحوال المخادعة فثمت ما لم يعد يمكن فهمه أو علينا فهمه وحصره والبحث عن سبل مواجهته بعيداً عن استهتار التحالف العربي بدماء اليمنيين وما أوضحها وأفضعها في تعز